أهلا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرتكم الجوية التي تطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن نبدأ نشرتنا الجوية مشاهدين الكرام بالوضعية المرتقبة شهدنا إذن طيلة شهر سبتمبر وضعية جوية غير مستقرة أمطار حبات بارد روعود كذلك على أغلبية الولايات خاصة على الولايات الهضاب العدية الولايات الصحراوية كانت أمطار جد غزيرة كان هناك خزائر مادية وبشرية للأسف مشاهدين الكرام في كل مرة نقول للمشاهد الكريم اللي رأي يتباهي النشرة الجوية عليكم بأخذ الأمور بجدية لما تكون مثل هذه الوضعيات الجوية أكيد نحن دايما نوفيكم بالتفاصيل وبكمية الأمطار إذن تباهيكم مشاهدين الكرام فقط بأخذ احتياتكم والحيطة والحذر ومستعمل السيارات مشاهدين الكرام نقول لكم عليكم بتقليل السرعة إذن لأكثر تفاصيل نشوفوا الوضعية المرتقة أمطار ستكمل إن شاء الله أمطار ستبقى جد غزيرة تفوت 30 مليمتر محليا خاصة على الولايات التالية على قسنطينا على أم البواقي ستكون أكثر غزيرة على قسنطينا قسنطينا تفوت 40 مليمتر محليا العموم على أم البواقي بعض الزخات من الأمطار أجواء غائمة الأمطار إن شاء الله كذلك ستكون على الجلفان هاليوم عليكم بأخذ الحيطة والحذر كمية الأمطار نقول ونعود مشاهدنا الكرام ستفوت 30 مليمتر محليا أمطار كذلك على الولايات الصحراوية على عين أميناس ووسط الصحرا لكن ستكون أكثر غزيرة على عين أميناس ستفوت 40 مليمتر محليا إذن مشاهدنا الكرام نهال ديوم على هذه الولايات عليكم بأخذ احتياطاتكم والحيطة والحذر مع الرياح كذلك يعني هذه الأمطار ستكون مرفوقة برياح قوية على الولايات اللي سبق وذكرناها زهوب عرامية نشيطة كذلك ستكون في الموعد على وسط الصحرا وعين أميناس بالنسبة لدرجة الحرارة نتقلوا الآن للمعرفة درجة الحرارة فصلية نسبيا نسجلوا 27 درجة مئة وضاء على الجزائر 28 درجة مئة وضاء على وهرن 31 درجة مئة وضاء على الشلف سعيدة غيليزانس 28 درجة مئة وضاء على تلمسان منطقة الغزوات 25 درجة مئة وضاء على سطيف باتنا خنشل على آريس على عينازل حتى الراسل واد نفس المقياس حتى الخط الرابط مع الجلفة لغوات تيارت نسجلوا مقياس 120 درجة مئة وضاء على بشار على ابني عباس 130 درجة مئة وضاء على تيندوف و43 درجة مئة وضاء بأقصى الجنوب على عموم وعلى وسط الصحراء وأقصى الجنوب درجات حالة تبقى عالية 40 درجة مئوية تحت الظل و43 درجة مئوية تحت الظل بأقصى الجنوب حال البحر إن شاء الله مشاهدين الكرام مع البحر نشوفوه بالبحر رح يكون هايج مصطرب لكن بعض الظاهرة ابتدائي من الساعة الثانية زوالا رح يرجع هادئ شباب خاصة على السواحل الشرقية والغربية قليل اضطرابة سوحل العوانة تنس دلس اتجاه الرياح السواحل الشرقية إن شاء الله رح تكون شمالية على سواحل العوانة تنس دلس حتى سواحل غربية سواحل المرسب المهدي في الأخير مشاهدين الكرام نختم الورقة الجوزة بمواعد الفلكي الغروب الغروب الشمس إن شاء الله على الساعة الساعة 40 دقيقة مساء نقولكم مشاهدين الكرام أو فزاء قناة الوطنية تيفي لمزيد من المعلومات وليفات تنشرة الجوزة مع لكم مغير إذا تدخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام دمتم اوفياء أكيد لقناتنا بقعوا على خلط هلا وفرحتكم